موضوع الكتاب المقدس موضوع الخلاص بكل صفحات الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤية وبالواقع المسيحية تختلف عن سائر الأديان لأن باقي الأديان تتحدث عن موضوع الخلاص كشيء الإنسان بحاول يجتهد أو يعمل أو يحصل عليه لكن السؤال الحزين والأسيف كم من الأعمال التي تستطيع أن ترضي الله القدوس البار العادل من أجل هذا المسيحية تقدم لنا الخلاص كنعمة كعطية إلهية تعطى للإنسان يحصل عليها الإنسان لأن الإنسان يعجز أنه يخلص نفسه فالله أرسل المسيح يسوع الكامل الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا بالواقع عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء قال لها يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ثم يقول الكتاب برسالة أو بسفر أعمال الرسل إصحاح 4 آية 12 ليس بأحد غيره الخلاص فقط في يسوع المسيح أحباء هذا الخلاص تمموا وأكملوا الرب يسوع المسيح وخلاص الله هو خلاص عظيم هو خلاص وحيد خلاص ثمين خلاص الله هو خلاص كامل عامل وشامل لا حاجة له لأي تبديل أو تكميل أو تعديل فخلاص الله هو خلاص من الخطي هو خلاص من المرض أو شفاء من المرض هو خلاص من الضياع والهلاك كما يقول يسوع المسيح لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وهو خلاص عظيم أحبائي خلاص عظيم يقول عنه الكاتب إلى العبرانيين فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره خلاص عظيم جدا كل إنسان بيهمل أو بيتجاهل طبعا هو أمام دينونة رهيبة مكتوب مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي